مرحبا من جديد هذه عودة لكل الناس اللي ننموا لمتابعتنا عبر هذا المساء الجديد وصلنا لثالث فقراتنا الشرطة هي ضلع أساسي ومكومر رئيسي في المجتمع واحدة من الخدمات الحكومية الأساسية اللي بتوفر حماية للشعب واللي بتوفر أيضا الحميدة الأساسية اليوم نحن في ضيافتنا في الشرطة 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 الأول خدماء للشرطة للأسنام برعاية مدير الإدارة في خدمات الطبية اللواء أميرة عباس فضل وأيضا يشرف عليها وزيرة الداخلية المكلة الداخلية المكلة العام الداخلية المكلة الشرطة الأول عنان نحن فتنا للحديث عن هذا الموضوع المستشفى الشرطة التعليمي للأتعليم ألف مبروك كيف تتحى المستشفى كيف تتحى المستشفى كيف تتحى المستشفى نعم ربط الله تعالى بركاته في البداية أحب أشكر غناة تنميل الأزرق المتميزة دائما وممج مساء جديد إن شاء الله يكون مساء جميل كجمال هذه القناة وأنا سعيد بهذه الاستضافة يعني نبشر المواطنين نبشر برضو كذلك قواتنا الشرطية المغطية على امتداد الوطن نرحب بك أهلا بك سعادة العميد وبداية نتكلم عن المستشفى الشرطة التعليمي للأسنان كيف كانت البداية الخدمة الممكن يقدمها لجهاز الشرطة بالإضافة لأنه احتفاءاً بارتتاح المستشفى في يوم مجاني للعلاج بالنسبة للناس اللي يتعاني بمشاكل ليه علاقة بالأسنان فأتفضل نتكلم عن الجزئة نعم شكراً جزيلاً عن هذا السؤال طيب في الحقيقة يعني المستشفى دي لما بدت بدأت هي عبارة عن مركز صحي المستشفى شرطة كلها عموماً بدأ مركز صحي وكان منطبه العلاج بتاع طلاب كلية الشرطة أنا ذاك في الزمن ذاك بعد شوية أصبحت تتطور يوم بعد يوم ونحن أول طبيب أسنان اللي هو المرحوم عليه رحمة الله السيد اللي هو أحمد عوض نحن بنحيي أسرة من هذا يعني الممبر وبعد ذاك انطلقت يعني من كرسي واحد لقسم أسنان يعني من مركز صحي لعيادة مجموعة تعديات أسنان تحول لقسم أسنان والآن الحمد لله رب العالمين بصدد افتتاح هذا الصرح العظيم ويعني يكتمل نحن شكرا للحق سبحانه وتعالى يجب أن نشكر يعني بعض الذين العامين للشرطة دعمونا دعم غير محدود يعني فتحوا لنا الميزارية حسب ما تقدمنا به من هذه من المشاريع لهذه المستشفى الضغمة كثير من الناس يعني انساعدوا وقف معانا وقفات حتى ميدانيا على راقين أخونا سيد الله ياسير والسيد العميد حسن محمد طاهر حسن عبد القادر وكذلك عندنا الإعلاميين برضو السيد العميد عبد الله والريد نجول الله والريد نجول الله والريد نجول الله والريد من الناس يعني أن نر محدود أخونا باللاث Madame الريح نزق وكفات صدو حي عميد يعني عفاف متر العفاف برضو لدعمهم لكان متواصل ولا يفتني أتوج هذا الشكر لسيد الرواء الطبيب أمير عباس وتاج هذه الحدث العظيم اللي هو سيد الفريق أول حقوق عنان حامد محمد عمر ونحن يعني يزعدنا جدا لكون في معياته إن شاء الله يوم مقدم بإذن الله تعالى طيب أستاذ أو دكتور ياسر مستشفى الشرطة هي واحدة من المستشفيات الكبيرة جدا داخل القرطم وأيضا يعني هي ما مختصة بالشرطة بس أو المريضين لقوات الشرطية لكن هي أيضا للعامة مفتوحة للعامة عيادة الأسنان أو نقدر نقول مستشفى الأسنان واحدة من المحطات واحدة من العيادات اللي توجد داخل المستشفى نحن نتكلم عنها لكن خلينا نطلع محطة نرجع نقصة إن شاء الله بإذن الله تعالى دكتور ياسر إحنا اتكلمنا قبل المحطة سألتك عن إنه وقلنا مستشفى الشرطة هي واحدة من المستشفيات الكبيرة الموجودة داخل الحرطوم والآن تمت إضافة مستشفى الأسنان داخل مستشفى الشرطة طيب خلينا نتكلم عن التخصصات الطبية الموجودة داخل مستشفى الأسنان وهل هي عيادة عادية مثلا ولا هي بتشمل الكيسات الكبيرة أو المرضى اللي عندهم مشاكل كبيرة في الأسنان نعم حقيقة يعني مستشفى الأسنان نحن الرؤية بتاعتنا وما الشيء الهدف بتاعنا نحن كان أن يكون يعني ويكون مستشفى إقليمي حقيقة يخدم كل الدول بتاعت الجوار والحمد لله يعني نجحنا بفضل الله تعالى على العمل على هذا حتى تحقق هذا الحلم يعني السعة بتاعت المستشفى سعة كبيرة جدا التخصصات الموجودة يمكن كل التخصصات تحت طب الأسنان وده خل أنه يكون عندنا توطين لعلاج الأسنان بنسبة 100% داخل السنان فهذا المستشفى هو مستشفى إقليمي بلا شك الأقسام يمكن بضمها تابع معنا ساعتك في المونيتر تمام في تجوال لأقسام المستشفى وبالتالي نوعية الأجهزة إذا كانت متطورة يعني أنتوا بتدعموا فكرة تطوين العلاج بالداحل ده إنعاش بتاع الأطفال اللي هما خاصة بتاع زوية الحاجات الخاصة ممكن ما في مستشفيات متخصصة في المجال ده لكن الحمد لله اسمه قسم متميز ما موجود في السودان أو في أفريقيا يعني هذه العيادات التم تخصيصة للأطفال يعني الأطفال يعني بخافوا مننا نحن خافوا مننا خلي الأطفال فلما يكون يعني الأطفال عندهم أريحية في الألعاب والشكل دي تكون على شكل بتاع الألعاب الحاجة دي مريحة جدا بالنسبة لنفسيات الطفل في العلاج بتاعه وهذا يمكن من الأكسام المتقدمة جدا في السودان ويعني يقوم على الإعداد بتاعه والنظر بتاعه اللي هو أخونا العقيد طبيب معتز حسن عطيط الله هو المشرف على هذا القسم وهو استشاري في طب الأطفال في السودان هنا نعم ذكرت سعادتك أنه في قسم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة نعم كيفية التعامل معهم وكيفية حتى يعني تواصلكم معهم لأنهم شريحة أو فئة نعم بيحتاجوا لتعامل خاص فنوعية الأجهزة التي تمكن تخدمهم بها وكيفية التواصل معهم حتى هو طبعا يعني الاستشاري بتاع الأطفال هو من يضبط العلاقة والحاجة دي هي دراسات علمية وسايكولوجية يعني بالنسبة لأصحاب الحاجات الخاصة ونحن دائما نعمل معهم ببنج ما بنقول كامل لكن شفه كامل لو حاصل كان فيه سرائر موجودة سرر موجودة دي هو بعض ما يصحوهم من هذه لكن يعني هو صاح التعامل معه صعب جدا عشان كذا بيأخذ له مادة مخدرة بعد ذلك الواحد يقدر يشتغل لكن من خلال وسرة بنعرف المشاكل عليهم لحد ما يوصله لكن لما نصل عندنا بعد ذلك هو وصل لأيدة أمينة بعد ذلك دكتور أيضا يعني طب الأسنان أو مريض الأسنان قد يحتاج إلى معامل لزراعة الأسنان أيضا أشعة لفحص الأدراس معامل للتركيب نفسها الأشعة التعقيم والتقويم الأسنان هل ده كل موجود داخل المستشفى نعم الحمد لله كل الأشياء التي ذكرتها هي موجودة عندنا في المستشفى يمكن التقويم كان مشكلة في السودان التقويم بتاع الأسنان لأنه نعم التقويم لأنه الأخصائي في السودان عددهم بسيط الحاجة ذاتها يعني غالي شديد جدا لكن الحمد لله يعني نحن بالنسبة لنا في الشرطة كمستشفى حكومي يعني هو مدعوم بالنسبة للشرط و بالنسبة للمواطن كذلك يعني الدولة نحن من واجب نحن كشرطة برضو نكون لنا مساهمات في المجتمع عشان كده نحن يمكن الأسعار بتاعتنا بالنسبة للمواطنين العادية هي أسعار يعني ممتازة جدا وحاجة بتخديم للشرائح حتى المتوسطة والضعيفة أصحاب الدخل المحدود و كذلك عندنا العلاج بالليزر من العلاجات الحديثة الأخيرة صحيح و عندنا قسم برضو متخصص في علاج الجزور عندنا قسم متخصص في الطب العدلي أو طب الأسنان الجنائي نشرح لنا الجزئية لأنه في سؤال خاص بي طب الأسنان الجنائي ممكن تكون المعلومة بالنسبة لبعض الناس ما واضحة ممكن نشرح الجزئية تمام هو طبعا طب الأسنان الجنائي من العلوم الحديثة على اللقاء خلينا نقول في السودان لكنه من العلوم القديمة خارج السودان لكن التطور بتاعه كان ماشي بطيء لكن الحمد لله رب العالمين نحن ناسي الآن عندنا قسم خاص ويمكن أكثر شغله مع حماية الأسر والطفل يتم تحديد الأعمار بتاعتهم بشهادة خبير يعني خلينا نقول شهادة خبيرة اللي هو بتحدد فيها الأعمار بعد ذلك بعض الأسار بتلقى أسار بتاعت عضة الشفة برضو عندها بصمة خاصة بيها فبرضو فيه التصوير الطبي الخاص بالجنائي مسرحة الجريمة دي كلها أشياء اللي هو يعني تسخير العلم بتاع الأسنان وتقدمه للمحكمة في صورة بسيطة لكن بصورة علمية بحثة فهذا من العلوم يعني المطورة الحمد لله يعني عندنا أخواننا برضو رصفاننا في وزارة الصحة وكانوا في الأحداث الأخيرة دي برضو وكان لهم دور يعني بارز ودور جميل يعني وبصمة واضحة جميلة في التعرف على الجسامين ويمكن أكثر الزون يتعرف في الكوارث هو طبيب الأسنان وبيصفها خاصة اللي هو طبيب الأسنان الجناي نحن بنلقى مثلا من خلال الأسنان نتعرف على الرجل على المرأة على العرق بتاعه على اللون على اللي يتقارن من القارات ينتسب لها تكله إذا كان لقينا جسامين لها سنين عشر خمستاشر قرن دي كلها يتعرف عليها الطبيبة على الأسنان ويوريك أنه دا طفل دا هي امرأة هذا رجل وهكذا يعني التعرف عن طريقة الأسنان هو يعني من الحاجات الجميلة والحاجات الرائعة اللي هو ربا خدتها يعني يكشف بها مفاتيح كثيرة في كثير من الجرائم نعم دكتور أيضا الأدوية المختصة بأمراض الأسنان هي قد تكون أدوية غير متوفرة في كل الصيدليات قد تكون أدوية يصعب البحث عنها في المستشفيات خاصة هنا في السودان أو داخل أربقة الصيدليات فنتكلم عن صيدلية الأسنان داخل المستشفى الأسنان الحمد لله رب العالمين احنا ربنا وفغنا وعندنا يعني صيدلية هديثة متكاملة يعني يمكن واحدة كانت من المشاكل أو الهاجسة المازال لحد يوم الليل خلينا نقول إنه الحصول على مواد الأسنان يعني كثير من الناس يشتكوا يقول لك أقول لك دكتور دانا عمل ليه حشوة ليلة وقعت تاني يوم طوال وكده ده يمكن لأنه الأشياء دي بتجي عن طريقة تجار الشنطة بتجي أشياء كلها تجارية ويعني ما في قناء واضحة في السودان اللي هي بتجيب الحاجات بتاع طب الأسنان يمكن الإمدادات الطبية اشتغلت في هذا المجال يعني في فترة الأخيرة والأمور ما شاء فيها يعني بصورة طيبة لكن نحن الحمد لله عندنا صيدلية متخصصة في هذا المجال نعم نعم وفي مجمع كمان مجمع عمليات مؤهل وعلاج التجميلي فنتكلم برضو عن الجزئية دي عمليات التجميلي بشكل عام طيب نحن الحقيقة عندنا مجمع بتاع أسنان بتاع أسنان بتاع أسنان شغالت عندنا غرف بتاع أسنان عاملة يعني دراية عالية لأنهم استشعروا خبرات تراكمية أصبح متميزين يقوموا حتى بقوافل خارج عندهم عن طريق الجراحين بتاعنا يمكن من من المشاكل من الموجودة عندنا في السودان هي الشفة الأرنبية أيوه فنحن بنسفر القوافل يمكن آخر غافلة قامت كانت وجهت كسلة وجهت كسلة وجهت كسلة وجهت كسلة وكان العلاج يعني مجاني للحاجة دي وأسر كثيرة يعني الشكل بتاع الإنسان مهم جدا خاصة عند العطفال الصغار وكده دكتور ياسر عثمان نحن سعيدنا جدا باستضافتك ووجودك معنا وفي النهاية تحية الاحترام طبعا واجبة للشرطة ولكل أطباء الشرطة وبالفعل هي حاجة يعني ممكن نقول عليها حديثة وجميلة إضافة لمستشفى الشرطة العريق اللي نقدر نقوله وواحد من أكبر المستشفيات داخل الخرطوم أنا بشكرك جدا لوجودك معنا وتمنياتنا دائما بالتوفيق والنجاح وأن تدوم مذخرا لهذا الوطن شكرا سعادة العميد شرطة طبيب ياسر عثمان يوسف مدير مستشفى الشرطة التعليم شاكر شاكر جدا ومغدر جدا على هذه التنوير لهذه المناسبة السعيدة وإن شاء الله ننتظر المواطنين وقواتنا الشرطية إن شاء الله بكرة الافتتاح بتاعنا الساعة السادسة مساء وإن شاء الله العلاج حيكون فيه مجانا بإذن الله وعندنا السعة السريرية بتاعتنا 67 سرير ودي سعة كبيرة جدا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة المباركة شكرا جزيلا تحية لك دكتور ياسر وكمان تحية شكر لإدارة إعلام الإدارة العامة للخدمات الطبية وإن شاء الله موفقين في مختلف أنشطاتكم اللي بتخدموا بيها المواطن السوداني والتطور المستمر في المجال الطبي بإذن الله وندعم بشكل كبير فكرة توطين العلاق بالداخل وكمان نقدر نخدم دول الأقليم شكرا جزيلا دكتور ياسر شكرا وأشكر كثير جدا من وراء الكواليس كتر خيرهم شكرا جزيلا إذن مشاهدين نتواصل معكم فقرة